الست أم أحمد مشروعة على أدو بس هيك تعمته طيبة كتير وعملت تجربتها الخاصة بطريقتها الخاصة ويمكن الظرف خلاها تبتكر هي الطريقة الخاصة نزحت أم أحمد مع أولادها خلال الحرب وعندها هي أطفال وزوجها متوفي استقرت من سنتين تقريباً ببابتوما في العاصمة دمشق وبلشت مشروعة بهذاك الوقت قبل ما نحكي أكتر عن هذا المشروع بدي أسأل عن الظرف يلي خلاها تفكر بهذا المشروع وست أم أحمد أهلا وسهلا فيك الله يسلمك أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا الليلي من سنتين شو اللي خلاكي تبلشي تفكري بإنك تعملي هيكي مصدر مدخولك الخاص أول الشي الظروفة اللي صارت يعني إجباري إنك تبلش أنت مشروع تساوي شي إلك تعمل شي يعني إلك يعني لأطفالك إنه ما في معين غير رب العالمين يعني إنه الأم والأب فمن هذا المجال إني قررت إني أعمل المشروع اشتغلت كثير حاولت بأكتر من مهنة يعني كثير كثير اشتغلت ما مشي الحال لا ما قدرت تستمر كم ولاد عندك أمحمد؟ عندي أربعة أربعة أولادة خليليك ياهن أضي أعمارون هلا عندي أنا شبع سكري خليليك ياهن عندي بنتين في واحدة عمره عشرين وواحدة تساطعش والصغير رصد خامس إذا عشر سنة عموما حضرتك اللي تصرفي على البيت ستة محمد أنت اللي شايلة البيت أم وأب خليليك وخليليك صحتك الله يسلمك الوالد والد الولاد متوفي من زمان؟ من تقريباً بالألفين وثمنتعش الفين وثمنتعش توفى وقتها بلشت الدوري على مصدر يعني مدخول إضافي شو اللي الخيارات اللي كانت يعني شو اللي الشغلات اللي فكرت فيها في هذا كل وقت من شو اللي ممكن يطلع لي مصاري كيف كانت؟ بالبداية أنه أنا كنت أشتغل مواد تجميل فما توفي معي يعني أنه هيك يعني أنا كنت عاملة لأنه أشتغل ما شفت يعني أنه الظروف ما تخليك أنه تفويت مدخول عليك أنك أنت عامل فتقررت أني أفتح لك فكر بيني وبين حالي أني أفتح شي مشروع أني هيك أول شيء استفاد منه أنا وعيلتي وتاني شيء أنه تخلي حدا يحكي عني يعني كان كل حلمي أنه فعلا ساوي مشروع أني أفتخر فيه قدام الناس لما لجأت لبعب تومة للإرني اللي أنا فيها كنت أنا من زمان أشتغل فيها شو كنت تشغلي قبل؟ مواد تجميل مواد التجميل بس ما عد فيه يعني أنه هي المصلحة كتير قلة كنت تبيعي يعني مواد تجميل؟ لا كنت نساوي مستحضرات تجميل مثل ورشة اللي صنع أيوه ورشة إيلا صنع عقرات ومعطرات تمام فجيراني اللي أنا كنت يعني جارتون فيها واتسكرت ومعت فيه وتوفى زوجي هون صاروا أنه لحاضي اللي بدو يساعد أم أحمد لحاضي اللي بدو يشي فقلت له أنه جاري قال شو رأيك أم أحمد فتح لك مشروع قلت له أنا يعني جايع بعلي أنه مشروع طبخ أنه أنا هذا يعني أنا لكوني ست بيت أنه لازم يعني أني أشتغل هيك فقال لي طيب ماشي قديش بكلفك هذا المشروع بهذا كل وقت قلت له يعني تقريبا شي 800 ألف قال أنا جاهز أنا جاهز السندك في فأعطاني المبلغ وأنا بلشت يعني شوية شوية صرت فكر أني بدي جيب منقل بدي أعمل كذا بدي ساوي هيك يعني أنت شفت مشروع الكبة شو بده يعني بلش الكبة كانت هي هلا الكبة أنا فكرت فيه أنه قليل ما حدا بيساوي البيت وكبة مش فوية هاو بالمناسبة للي ما عرفوه ستب أحمد بتبيع كبة مشوية يعني تعمل الكبة هي وبتبيعها بمنطقة بابتوما ففكرت بالكبة على أساس أنه ممكن كل الناس تعمل أنواع الكبة كلها إلا المشوية قليل قليل ليش لأنه أكتر الناس بيوتها مسكرة قلت أنه بلح جره إن شاء الله يا رب تمشي وتكلت عرب العباد أنا فتحت بقلب خان والخان شفت أنه قليل ما في حركة وقف قول يا رب أنه لح يمشي حاله بس ما أي أسئول إن شاء الله يعني كيف تحضري المواد بالبيت قبل ما تبت يعني كيف تحضري اليوم كيف يبدأ يومك هلا يومي كاسة بيت مثلا بجيب البرغل بصوله بطحنه بضبطه مثلا بنعقه بفرم البصل على إيدي كله ما أنه في ماكينة أو شي بس البرغل أبلش حضر وبلش شي ساعة ستة المساء بشعل المشوية المنقل وبلش شوي ريحة الكبة اللي صارت تطلع صارت العالم تقول لي نحنا عم نجي على الريحة أنت لما بتعمل شي انجاز عصيم بتلاقي شغلة أنت عن جد بتحب من قلبك تستمر في ماذا التعليقات على الطعميتك شو يقولوا لك؟ هلا كثير عالم قالوا لي أنه طيبة ورحنا كثير وجينا كثير هو الله يرزق جميع خلقه بس فيها السر شو هو السر ما بنعرف وعنجد أنا كل يوم عن يوم بتفاجأ فيها صار عندك زباين سابتين بي أصدوكي بفترات هيك يعني بيتكرروا دايما وانت تفرج المنظر لما بتوقف العالم قدامك وانت عم تقولوا لك أنه لقي جايين كرمالي كرمالي الكبة ويوم بكون مسكري أنا عطلتي بتكوني لأحد يوم بسكر ليش سكرتي ولازم ما تسكري مرة إجا واحد لعندي يقال لي أنتي مرة فنانة من أي ساعة لأي ساعة بتشتغلي ستة مات مات؟ هلا أنا بشتغل من الثماني للساعات تسعة تقريبا من الثماني للتسعة؟ من الصبح للتسعة المساء ورا بعض ورا بعضهم وبضلوا أفعرج ليه كل وقت بالطريق؟ بالطريق تحقق الشي اللي بدك يا بلش هذا المشروع يحسن أمورك شوي؟ كتير الحمد لله حسن لأمورك وين كنت وين صرت كيف أولادك كيف دعموك يا سيد محمد؟ يعني عندك ابن عسكري وعندك بنتين وعندك ابنك الصغير كيف دعموك يعني بشو؟ هلا أول شي بالبداية كان أحمد ينزعج أنه أمي أنت واقفة قال له ماما أنت عسكري وبدك كتير يعني شفت أنه أي شاب يعني هو حرام فالح وهي يتدايع بعدين لما صار يشوف العالم وشوف أنه أمه وين صارت صار إلي أمي أنت مرة عظيمة أمي أنا بفتخر خصوصي لما سيادة العميد بيقلي أمك طلعت على التلفزيون قلي بيقلي أمي حسيت شي شغلة أمي صارت شغلة كبيرة يعني فهو من كلامه هذا والصبايا بنتي بتجي معي يوميا يعني أمي بساعدك شو بدك تكرم عيونك بتوقف معي بتجلي وبتشطف معي يعني كل شي كل شي يعني حدا دايائك أحمد بالطريق حدا زعجيك في مواقف معينة صارت معك بتحبي تخبرين عنه هلا بالماضي بس هلا لا الحمد لله بس خلاص الماضي راح هلا كيف التعامل بشكل عام مع الجيران مع العالم يعني كل شي مني حلو كل شي كل شي حلو يعني حتى بتسمع أنه من الناس أمي أحمد يعني انتي ستة عظيمة انتي عملت شي رجال ما قدرت تعملوا هلا انتي صار لك تقريبا سنة ونص مبلش هذا المشروع فينا نقول هاي ايه تقريبا سنة ونص أول فترة كنتي عملاش ليشغل فيها لسه ما كنتي تنفقي بضع صح؟ هلا لا هلا الحمد لله لسه ما بحط ما شاء الله إلا بتكون الله يسامحة لرانيم قالت لستة مع أحمد قبل ما يجو قالت لستني لناخد معنا كبة على المقابلة قالت لرانيم لأ مستعجلين رانيم والله إذا كتروحي تجيب الكبة أنتي من ستة مع أحمد لأنا مو معقول بعد هذا الحديث ستة مع أحمد طيب كيف ممكن تطوري هالمشروع ستة مع أحمد يعني بعد ما فينا نقول استقريتي عارفتي كيف تتعاملي كله تمام بتفكري أنك تطوري شوي أفكر أنه بتمنى أنه أفتح محل لو أنه بسيط مثلاً حط كراسي في طاولات أنه مثلاً أجيت أنت وزوجتك أنت وصديقتك كذا أنا أبدع بالكبة اللي مساويتها أنه مو بس بالشارع يكون في تطوير للأصناع كل شيء كل شيء أنواع الكبة بتمنى أن يساوية وفرجي شو نحنا يعني منمتاز شو أكتر كبة هيكي عندك نفسك الخاص فيها غير المشوية؟ هلأ المقلية بيقولوا طيبة كتير عن جد بلش حديث الأكل يا جماعة يعني هلأ أنا ممكن استطرت حاولوا تنبهوني لأنه عرفتوا كيف وعنا عم نحكي عن كبة ما عم نحكي عن عن مجدرة يعني بس أنه المقلية ايه؟ في الشيف محمد الهيجاني إذا بتسمع فيه لا للأسف هو شيف يعني عالمي أنه إجل عندي وكرمني وعطاني أوسمة لما داء الكبة قال لي عن جد أم أحمد يعني مو بس حكي أنه العالم حكيت كتير بس أنا يعني لما صار اللقاء معيك تمنيت شوف هالمرة يعني وقت إجا كرمني وداء قال لي فعلا أنه شي طيب اليوم أم أحمد فيه مثل حضرتك كتير ستات بيوت مضطرين يشتغلوا هنن بجوز ما عندهم شهادة ليتوظفوا أو يقدموا على شغل بمكان ثابت يعني فممكن هي تدور على أمور تانية ممكن تشتغلها أدي بتشجعي أو بتقولي أنه صعب المجال يعني أدي بتشجعي أنه كل ست تقدر تعمل شي أو بتقولي لا لا أنت بهي الواقع صعب لا ما في شي صعب ولا يقولوا أنه نحن هلأ بيوضع أنه صعب أو شي لا بجوز تبلش بألفين ليرا أنت بجوز تبلش بعشرة آلاف ليرا ما يقس الواحد ما يقول أنه والله أنا وضعي صعب أو وضع بلدنا صعب لا أنا فرجيت أنت يمكن شفتوا الصور أنا فرجيت العالم بأجمعينه أنه النساء السورية شو هي؟ أول شي ما حدا يقول أنه النساء السورية ما لا أنه كتف على كتف رجال لا نحن رجال مع احترامي لكل رجال يعني والنعم منكم سيدنا أحمد يخلي لك عائلتك الله يسلمك يا رب وإن شاء الله مشروعك بكبر وبتضلع متعامليك شغلات حلوة وسعيدين لأنك شرفتين لنيه اشتركوا في القناة